دكتور مهدي شون قرأت وتصريح السيد رئيس الوزراء اليوم تهديد للفصائل رفع الكارت الأحمر بوجه من يحاول جرى العراق إلى حرب الماء أو من يحاول أن يعلن الحرب دون قرار الدولة تحية طيبة لك أستاذ سامر ولضيفيك العزيزين دكتور غالب الدعمي ولضيفك البدران ولمشاهدي قناة دجلة حياة يعني جزء إحنا من ثوابتنا هو إحنا لابد أن نحترم المؤسسات إنه الدستورية لابد أن نحترم الدولة العراقية باعتبار إحنا جزء من هذه الدولة العراقية عندما يصرح السيد رئيس الوزراء نحن لا نريد أن نقف بالضد ونكون يعني خارج إنه السلطة وكأنه نغرد خارج السرب عفوا ولكن هناك يعني أكو موقف تمثله الدولة العراقية وتمثله الحكومة العراقية وهناك موقف تمثله ليس فصائل المقاومة المقاومة الإسلامية بالعراق حتى نحترم هذه الدماء ونحترم هذا الموقف الذي سواء كان سابقا في الحرب على داعش أو كان ضد الاحتلال الأمريكي كانت هناك مقاومة عراقية إسلامية كان الإسلاميين لهم السبق في الدفاع سواء كان عن الوجود العراقي أو الدفاع عن الشعب العراقي أو الدفاع عن الدولة العراقية ما بعد 2003 أما إذا أردنا أن نتطرق إلى يعني كلمة أو تصريح سيد رئيس الوزراء لا بد أن يكون هذا التصريح من قبل رئيس الوزراء باعتبار لا بد هو يمثل السلطة التنفيذية ويمثل الدولوماسية العراقية ولا بد أنه أن يوصل الرسالة سواء كان للأطراف داخل العراق أو خارج العراق لكن هناك حقيقة ثابتة أن المقاومة الإسلامية بالعراق مستقلة في إدارتها وفي رأيها وفي تحركها والمقاومة الإسلامية بالعراق جزء حقيقي وفاعل من محور المقاومة والعراق لن يخرج عن محور المقاومة باعتبار نحن شركاء دم وسلاح مع هذا المحور سواء كان هناك موقف دولوماسي أو سياسي أو مجاملة سواء كان من قبل الحكومة أو بعض الأطراف العراقية